بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله ننطلق حياكم الله مشاهدين الكرام مع حلقة جديدة متميزة من حلقات برنامج 600 ثانية هذا البرنامج المميز لسلطة على أبرز المواضيع الاجتماعية الدينية الإنسانية الثقافية وحتى القيمية بلا شك من خلال هذا البرنامج راح تشوفون موضوع جدا مميز أنتم تحتاجونه وهدفنا الأول والأخير هو إثراء المجتمع بعد الفاصل راح تعرفون عنوان حلقتنا وضيفنا القالي حياكم الله مشاهدين الكرام بعد الفاصل والساعة المباركة اللي تتابعونا عبر شاشة إثراء باسمكم مشاهدين الكرام نرحب ضيفنا القالي إمام وخطيب وزارة روقاف سعود الهاجري حياكم الله مصباح وأنا سعيد بهذا اللقاء الساعة المباركة يا أبو علي إحنا اللي بنستكمل حلقتنا اللي أمس هذا يعتبر الجزء الثاني من مسميات يوم القيامة حسنت لوني بتكلم أكثر عن موضوع المسمى الحاقة والقارعة طبعا الله عز وجل سمى سورة في القرآن باسم الحاقة نعم فقال سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة ومعنى الحاقة أي أن هذا اليوم هو يوم الحق نعم هو اليوم الذي يفصل الله عز وجل فيه بين الحق والباطل وكأن لسان الحال يقول في أرض المحشر الحاقة ما الحاقة أرجع الحقوق إلى أهلها نعم ولذلك الإنسان حقيقة ينبغي أن يستقيل من جميع المظالم التي عليه لإخوانه في الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل سيفصل ويرجع الحقوق إلى أصحابها أيضا يعني من أسماء هذا اليوم القارعة الله عز وجل سمى هذا اليوم بالقارعة وقال القارعة من القارعة وما أدرك من القارعة سميت بالقارعة لأنها تقرع الأذان لكثرة الانفجارات والدوي الذي يحصل في جنبات هذا الكون البديع أيضا من أسماء هذا اليوم الطامة كما قال تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى وسمي هذا اليوم بالطامة لأن الطامة الكبرى هي التي تطم قبلها من المصائب أيضا سمي بيوم التناد كما قال تبارك وتعالى ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من حاد سمي بيوم التناد لأن الله عز وجل يدعو فيه الناس بأسمائهم تخيل من آدم إلى آخر مخلوق في هذه الدنيا بلا شك أنه لكل مسمى لها معنى خاص فيه لما تشتم عن المسميات هذا كله في يوم القيامة الإنسان هنا شن المفروض أنه عليه هنا يعني يحتم فيه قبل لا يكون في هذا اليوم والمشهد العظيم حقيقة الذي ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه في هذه الدنيا هو في دار عمل وليس يعني هناك حساب في هذه الدنيا ولكن كل ما يعمله الإنسان سيحصده غدا في يوم المحشر ولذلك إذا علم الإنسان أن هذا اليوم هو يوم الحق وأنه يوم التناد ما معنى يوم التناد أن الله سيناديه باسمه على رؤوس الأشهاد من خلال هذه المنادات طبعا على مرأة ومشهد الناس كل هذا الإسم كل إنسان ينادى باسمه بعض الناس يضع الله عز وجل عليه كنفة فيقول له كما جاء في الحديث عبدي أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا حتى إذا ظن هذا العبد أنه سيهلك فيقول الحق تبارك وتعالى له سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم فيغفر له ويدخله الجنة سبحانه وتعالى طبعا كما قلنا أنه سمي بيوم التناد لأنه اليوم الذي ينادي فيه الحق تبارك وتعالى الناس بأسمائهم بل الله عز وجل ينادي الأمم بأسمائها أمة عيسى وأمة نوح وأمة سليمان وأيوب وغيرهم من الأنبياء وينادي الناس فرادا ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون إذن نجد حقيقة أن هذه المسميات وتعدد هذه الأسماء يدل على عظم هذا اليوم قواك الله يا أبو علي وإن شاء الله بعد الفاصل سنتكلم أكثر عن هذا المواضيع مشاهدين الكرام بعد الفاصل لا تبعدون خلكم أقريبين حياكم الله مشاهدين الكرام الساعة مباركة لتابعوننا أبرشاة التراء وبرنامج ستمي ثاني والجزء الثاني من مسميات يوم القيامة أبو علي في بعض أمة كانت قبل الإسلام كيف يكون حسابها في هذا اليوم؟ طبعا الله عز وجل يعني لا يعذب أمة من الأمم حتى يبعث إليها رسول يقيم عليها الحجة كما قال تبارك وتعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهُ وَلِذَلَّكَ آهَا وَالِدَةُ النِّبِسِ اسْلَامِ الْنِبْسِ اسْلَامِ وَالِدَ النِّبِسَ الْنِّبِسِ الْنَّارَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَهْلُhamِ النبي صلى الله عليه و سلم في حديث عمر بن الخطاب وهذا الحديث هو رد على هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة مر كما جاء في الحديث مر على رسم قبر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجث على ركبته ثم بكى بكاء شديدا فجث الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكوا لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يعلمون الآن لماذا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجرؤون على سؤاله فتقدم إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فقال ما يبكيك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي فاستأذنته في أن أزورها فأذن لي أدركتني رقتها فبكيت يقول عمر الخطاب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا أشد من بكائه في ذلك اليوم يتحسر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الوالدة التي حملته في أحشائها فاتته صلى الله عليه وسلم ولم يدرك هدايتها على يده أبو علي من خلال هذه المسميات بلا شك أن هناك رسالة لكل إنسان عايش على هذا الأرض ما هي الرسالة اللي لابد على أن يقتن عليها يجب أن نعلم أن يوم القيامة كل نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى قومه حذرهم من يوم القيامة يوم البعث والنشور ولذلك الإنسان إذا مات الكافر يظن أنه لن يبعث يوم القيامة والمسلم عكس الكافر تماما المسلم يؤمن بالبعث والنشور ويؤمن بيوم القيامة ويؤمن بكل هذه المسميات المسميات ما الغرض منها إذا عرفنا بأن هذا اليوم هو يوم الحاقة سأرجع الحقوق إلى أصحابه إذا عرفت أن هذا اليوم أنه يوم التناد وأني سوف أنادى أمام الناس ولذلك يجب أن أتق الله عز وجل حتى في الخلوة ولذلك الغرض من ذكر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وهذه المسميات هو أن يحقق الإنسان تقوى الله عز وجل ويتزود لذلك اليوم بالتقوى إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا أبو عبد الله لا تكلمنا على موضوع الصاخة 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 لا أحسن لذلك طبعا الصاخة هو الإزعاج لكثرة الإنفجارات وكثرة الدوي الله عز وجل يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت هذه البحار التي تتلاطم أمواجها ستتلاطم يوم القيامة نار يعني هذا البحر يتحول إلى كتلة من النار تتلاطم أمواجه وتجتاح اليابسة ولذلك هذا اليوم ليس باليوم الهين فالله عز وجل يحذر عبادة من هذا اليوم حتى إذا جاء هذا اليوم وإذا بالإنسان مستعد بتقوى الله تبارك وتعالى إذا أبي أستعد أنا أنا شخصيا أبي أستعد كلمتك الأخيرة بالاستعداد أبو عز وجل الاستعداد أن يمتثل الإنسان أمر الله عز وجل وأن يجتنب نهية وأن يحافظ على الصلاوات الخمس ويحافظ على أركان الإسلام ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن صليت الفرائض وصمت رمضان وحجيت إلى بيت الله تبارك وتعالى ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة قال نعم ولما ول الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فإذا التزم الإنسان بأركان الإسلام والواجبات المطلوبة منه مع تقوى الله تبارك وتعالى كان من المستعدين لهذا اليوم آمين يا رب مشاهدين الكرام إن شاء الله تصفتوا من حلقتنا اليوم ومسميات يوم القيامة بلا شكل لكل مسمى لحمنا أسأل الله العظيم أن يحفظنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان مع السلام ترجمة نانسي قنقر